بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة أمه دا احنا من عادتنا ان يوم الحد دايماً بنتكلم على تفقدنا لبيوتنا النهاردة واحنا بنتفقد بيوتنا لقينا في حاجة مهمة أو أول لقينا ان في معنى لازم كلنا نتدافر عشان ما يأثرش سلباً على العلاقات في البيوت وما يأثرش سلباً على حياتنا الزوجية ايه بقى المعنى دا؟ ان احنا نخرج من الإحباط احنا عارفين ان احنا بنعيش في ظروف استثنائية صعبة وتقيلة على قلوبنا والأحداث حوالينا بتزيد وتتصعد وبعض الناس مش بيقدروا في الحقيقة يمنعوا نفسهم أو يوقفوا هذا الإحساس من متابعة وملاحقة ومشاهدة المحتوى الصعب المليء بالمشاهد الدموية والمؤثرة اللي بتوجع لقلوب وده خلى بعضنا أو كثير مننا مش بس بيحس بالحزن لا كمان يحس في بعض الأحيين بالإحباط وممكن يدخل في حالة كآبة وعزلة وحالة من حالات الانتماج بقى والتوحد مع الأحداث وهنا بتبقى الحالة أصعب كتير أصعب كتير لأن الناس في اللحظة دي بينسوا أنهم في معية الله وهو معكم أينما كنتم وبينسوا أن احنا في الحقيقة مازلنا في محل نظر الله وبيترطب على ده كله شعورين في منتهى السوق شعور بالعجز وشعور ساعات بالانهزام وشعور ساعات بقرب النهاية وفي ناس من الخطاب الديني الكمي يحب أول كلام عن النهايات ويزود فيها ويبتدي يتكلم بقى على نهاية على قرب يوم القيامة ونهاية العالم وهو قب ده في الحقيقة ما بيخدمش غير مصالح العدو اللي هو عايز يعجل بالنهاية عشان يحصل الوعد المزعوم اللي عنده ومن كتر التوغل والغرق في الأحداث والفيديوهات بيحس الناس بالعجز لأنهم مش قادرين يمنعوا الألم والكرثى عن الناس وبالذات عن الأطفال والنساء فيحسوا كأنهم في الحقيقة بيشوفوا مشهد هو مشهد لا يستطيع أحد أن يمسه ولا يستطيع أحد أن يغير فيه شيء وده كله مصعيح لأن الله فعال لما يريد ولأن ده كله تحت نظر الله سبحانه وتعالى وتحت علم والله سبحانه وتعالى به علي وبيحس الناس عد بالنزام لأنهم شايفين الظلم منتشر في هذه المشاهد البشعة وبيزيد فبيوصلوا لليأس من الخروج من الحالة دي وبيحسوا أنهم هيفضلوا منهزمين وأبداً الكلام ده من الصحيح إيه اللي بيحصل هقول لكم سنة كده دايماً شركاء الشيطان بيعملوها أنهم ممكن لما يعرفوا أنهم منهزمين يزدادوا توحش ولا إنسانية عشان هم عارفين إنهم منهزمين العالم كله قرر إنهم منهزمين لكن هم نكحين في حاجة واحدة بس نكحين في سفك الدماء هم نكحين في اللاية إنسانية عشان كده بعد كل اللي إحنا قلنا ده وإحنا بنحاول نرصب اللي الناس حاسين به ممكن نحس إن كده خلاص الحكاية ما بقاش لها مخرج لكن ده مش صحيح المخرج طول الوقت موجود بس بيعتمد على إرادة كل واحد فينا إنه بيشوف بشكل صحيح اللي بيحصل فيه ودايماً بقول دايماً إن دي يقرر رزق من قصر النظر على فكرة الكلام ده مش كلامة عشان البيوت تفضل متماسكة والبيوت تبطل كآبة ويفضلوا الأحداث دي لإن أنا راصد الأحداث دي بدأت تخلي البيوت في حالة من حالات الزعل من بعض والديء من بعض وده إحنا لازم نرعي ولازم نقول لكم حاجة مهمة جداً لازم نشوف الأحداث بشكل صحيح لازم نشوف الأحداث من عند الله منشوفهاش من عندنا ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا الحالة اللي احنا عايشنا حالياً في سورة البقرة فقال وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْنُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجُعُونَ مَلْهُمْ دُلَبَأْ يَرَبُّ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ شوف تسلسل الآيات أول حاجة إذا ذكر الموت في سبيل الله فيذكر النعيم على طول فيذكر الحياة التي لا تنتهي وعشان كده أول حاجة ذكرتها الآية الموت في سبيل الله وإنه في حقيقته حياة مش موت لأن الشهداء بيشهدوا حضرة مولاهم سبحانه وتعالى فمين قال إن هم أموات ده هم وصلوا إلى الحياة حقيقة وهو إن هم بقوا مسموم شهداء لأنهم يشاهدون جمال الله وفي بعض الروايات أنهم يشاهدون مقاعدهم من الجنة فبعد ما يذكر مولانا سبحانه وتعالى اللي بيمر بيه أهلنا في غزة من الخوف والجوة ونقص الأموال والأنفس والثمرات سبحانه وتعالى يوصف وصف دقيق لحلنا فالواحد يظن إنه خلاص كده ما فيش بعد الحل ده فرج آبادا وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسل الفرج موجود لكن يكمي ربنا سبحانه وتعالى لنا العبرة والعظة والفهم الصحيح ويقول لنا سبحانه وتعالى بمعنى واضح صحيح وبشر الصابرين وكإن إيه اللي حاصل وكإن الأحداث دي جاية في الحقيقة عشان تشوف مدى الأوصاف يعني مدى جودة الإيمان في قلوبنا اللي بتظهر جودة الإيمان بشكل واضح في مسألة الصبر يجي واحد بقى لطيف أنت دايما صبر 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 يا سيدي أنت مش قادر تعرف قيمة الصبر في حياة البناء المين إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب يبقى فعلا نبشر الصبرين بإيه بإن ربنا يفتح عليهم فتحا عظيما في الأولى والآخرة ولزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبر يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى فلما نعدي بعد كده بكل ده فإحنا كده أمام إذا وصلنا بقى إن حصل صبرنا فإلا حصل فتحصل المصيبة فيبشرنا إن أهل الإيمان والتسليم والرضى بقضاء الله اللي بيقولوا إن لله وإن إليه راجعون إحنا عبيد لله وملكه وهنرجع له وهنرجع له يعني إيه ده احنا في حماة وسنعود إلى الله فأهل العبودية دول إلا حاصل بقى تعالوا نشوف عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما أقول اللي إحنا فيه ده فيه رحمة وفيه صلوات من الله أو الله فجزاء الناس ديه عند ربنا محبته وسناء ورحمته وهدايته سبحانه وتعالى مش بس كده الصلوات دي رحمات لا نهاية لها فواحد يقول يعني هدم البيوت ده واللي بيحصل ده فيه رحمة أيوة بس أنت لازم تفهم المسألة من أولا لأخير فدايما ربنا بفكرنا عشان بس الناس ما تنزعيكش خالص إحنا دلوقتي بنعمل إيه ده ملوش علاقة بما يجب علينا أن نفعله لكن ده ليه علاقة بما يجب علينا أن نفهمه عن التكلم دلوقتي إزاي الفعل ينبني على الفهم لأن إيه اللي حاصل أسألك سؤال إيه اللي بيخلي الإنسان يقع في المعصية أن النفس الأمارة بسوق إبليس يقولوله إيه ودولا شركاء إبليس دولا شركاء إبليس اللي بيقول أنا خير منه هم دولا شركاء إبليس ولذلك إيه اللي حاصل إيه اللي حاصل دولا بيعملوا إيه عايزين يقسوا الناس يحسسوا الناس إنهم لهم سلطان ولذلك إبليس يجي في يوم القيامة يقول ما كانني عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي ولذلك اوعى تفهم المشهد من فهم شركاء الشيطان اللي هم ماليين الدنيا مش بس ماليين الدنيا ده كمان بيوقفوا علينا السوشيال ميديا عشان ما نقدرش نتكلم ما نقدرش ندعي وفهمين إن كده يعني إن المساعدة انتهت أبدا فيه ربنا والدليل على كده إن فيه ربنا لما طلع القرار بيبين إن الناس كلها خلاص بدأت تفوق يبقى احنا لازم نفهم إن كل حاجة ليه حدود ودذلك ربنا سبحانه تعالى بيقولنا ورحمتي واسعت كل شيء يعني الموت والدمار ده فيه رحمة مش هكسف إن أقول لكم آه أنا 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 باعتبار عبد لله فاهم كده طبعا فيه رحمة وفيه لطف فخليني أفكركم كده بالمحتوى اللي بتشوفوه كلكم شفتوا الشباب اللي بيجروا بالمصابين على المستشفيات عشان يلحقوهم ويسعفوهم كان ممكن يقولوا خلينا مع أهلنا نحميهم ومناش دعوة مناش دعوة بغيرنا ونعيش بقى في الفردانية اللي احنا عايشينها دي بسأل الله سبحانه وتعالى أراد إنه هو يبين إن شجرة الرحمة مغروسة في قلوب هؤلاء الشباب فدي رحمة زرعاء الله سبحانه وتعالى في قلوبهم لنجد غيرهم وما بقوش متأثرين بكل اللي حاصل في الحياة كلها من إيه من فردانية مقيتة واستشهادة الشهداء دفسهم أعزب رحمة بهم وبأهلهم دول ربنا سبحانه وتعالى استفاهم وأراد يوهبهم بإذنه سبحانه وتعالى سواب الشهادة ويكونوا أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى يرزقون وكمان يشفعوا لسبعين من أهله فاحنا حاليا أمام شعب مليان بالعزة وصد أهل الجنة وبنشوفهم بعنين فغزة مليانة عزة ومليانة جنة في حد يقولك طب وما فيش طريقة تانية لناس تدخل بها الجنة غير الدمار ده الحقيقة إن الدمار ده هسأل سؤال الدمار ده محسوب على مين محسوب على الغدارين محسوب على الوحوش اللا إنسانيين محسوب على الناس اللي هدمت الرحمة من قلوبهم والقيم والناس دولا أهلنا وناسنا وحبيبنا وإخوانا وإشقاءنا محسوب لهم جهاتهم محسوب لهم كمان وقفهم على أرض سربة ومستقويين كمان بينا ففي حد يقول طب والناس اللي عايشين من غير أكل وشرب دول هنعمل إيه وهم عايشين من غير أكل وشرب الله سبحانه وتعالى والذي هو يطعمني ويسقين فالحمد لله لسه الناس عايشين ووقفين على رجلهم وإخوانهم ووقفين بمدد ربهم ليهم وربنا سبحانه وتعالى بيمدهم بمدده وصندين وعايشين في أنوار الذي أطعمهم من جوع وأمانهم من خوف أولا طب والمستشفيات والعلاق كلنا بنشوف الدكاترة وهم بيقوموا بمهمتهم بحالة من حالات استنفاذ كل الطاقات مهما كانت الإمكانيات بيقوق مهما كانت الإمكانيات بسيطة بيستغلوها ويحاولوا يمارسوا ممارسة على أعلى ما يكون ويعالجوا أكبر عدد ممكن وهم عارفين أن الشفاء بأمر الله وإذا ماردته فهو يشفين وما زلنا المصريين مستمرين في تجهيز قافل غاسة بالأدوية والأكل والشرب عشان أهلنا في غاسة ودخول الشاحنات ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه ولا فضل لأحد علينا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نحن ندخل ندخل الغاسة ربنا سبحانه وتعالى ربنا ونزاك لما حد يجي يخوفك ويعمل أي حركة كده عشان تخاف نحن نخافش ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوينا وبعض الناس بيكونوا حسين إن هم لو كملوا حياتهم ومعاشوا بشكل طبيعي يبقوا بيخونوا أهلهم في غزة لا 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 إحنا بنعيش حياتنا بشكل طبيعي بمعنى كل واحد بيروح عمله كل واحد بيبني لأن بكرة هنبني برضه كلنا هنبني غزة إن شاء الله وبيعيشوا إنهم مش قادرين يتحملوا اللي بيشوفوه فإزاي أصحاب البلاء قادرين يتحملوا ده عارف ليه؟ هنا بقى شيء مهم جدا في قراية المشا عارف هم بتحملوا ليه؟ ليه قاعدين كده؟ لأن كل بلاء ربنا بسم الله تعالى بينزلوا بينزلوا بلطف ولذلك لا ينزلوا قادرين من الله إلا بلطف فلا مصيبة تنزل إلا ومع اللطف إنت ممكن تشوف مصيبة غيرك تقول استحالة يعد منها لأنك بتقيس على نفسك وإنت مش مكانه لكن مهما قلت بس إحنا حسين بيه وزعلين على شانه لكن مازال هو صاحب البلاء أقول لك حاجة ومازال هو صاحب اللطف أنت لو تحطيت مكانه أو حطيت نفسك مكانه ممكن ما تقدرش تحس باللطف ده لكن هو شايف اللطف ده وعشان كده هتشوف حاجات غريبة أوه وعشان هو بينزل اللطف تلاقيه قادر أنه يستحمل عنك عشان كده هتلاقي المسعفين والشباب في غزة بيجروا وينقذوا أخوتهم وأولادهم وأمهاتهم وأباءهم وزوجاتهم اللي تصابوا أو يدفنوهم ويرجعوا ويكملوا في البحث تحت الأنقاض وعشان كده هم بيستمر وإحنا بالقلوم استمر وإحنا معاكم واستمر بكل صبر بكل إيمان وكل قوة لأن ربنا هو اللي بيقدم لهم ده بلطفه ورابطه ورابطه على قلوبه ده بشوف مشاهد غريب جدا جدا من أهل غزة إيه اللي حاصل قاعدين بيعملوا أكلوهم بأقل الإمكانيات ومع ذلك مصممين ويكملوا حياتهم وانتوا فاكرين الراجل لما كان بيقولوا احنا بنشرب الشاي ونشرب الشاي احنا مش كين قاعدين في الأرض ومش هنسيب الأرض ويستمتعوا بالأكلة البسيطة اللي قدروا يعملوها وإيه اللي حاصل لأنه شايفين اللي في الأكلة دي مدد ربنا الذي يطعمني ويسقين بالعيش اللي قدروا يخبزوه وبكباية الشاي وبأبسط الأشياء اللي أمه قدروا يعملوها حتى وإن كانت عادية اللي احنا ما بنقدرش نشعر بجمال ده في عشرات عشرات الأضعاف ده الجيل اللي هيخرج ده هي جيل اللي هيخرج وهو حعارف يعني إيه نعمة ربنا لكن هم شايفيننا احنا شايفين ده مش عادي ولكن نعم ربنا سبحانه وتعالى ويرزقه تستحق الشكر ولو وسعنا نظرتنا هلاقي كمان إن من لطف الله سبحانه وتعالى في الأحداث إنه سبحانه وتعالى كل أمر خير هلاقي إن العالم بسبب الأحداث دي بدأ يفكر ويبحث عن الإسلام ويغير وجهة نظره عن الإسلام أقول لك حاجة بدأ الناس يفكروا في التفكير غريب أوي أوي كان كل المشهد قبل كده بيقول على فكرة دي حرب دينية وشركاء الشيطان يطلع يطلع اللي بيتكلموا باسمهم يقولوا إن هم بيقتلون لإننا نحن يهود والله ما حصل أنت كذاب والدليل على ذلك على فكرة إن دي ملياش دي مش حرب الدينية وملياش دعب بالدين وإنت بتكذب وعشان كده الناس بتدوا يغيروا رأيهم ويقولوا لا ده الإسلام اللي بعملش كده والدليل على ذلك إلا حصل بالمناسبة أنت اللي أزيت أنت بصهيانتك دي وبصيونيتك دي أهلا فكرة وما زالوا عايشين في أستنى يعني ساعة ما كان الناس كلهم مثلا في أوروبا بيتعرضوا للخطر الناس في مصر عملوا إيه عاشوا في مصر هم اللي خرجوا بإراضيتهم لما أنتو خدعتهم وكذبتوا عليهم وقلتولهم تعالوا عاشوا في مصر لما أقنعتوا الناس إن هم يؤمنوا بفكرة فكرة إن هم يكون شركاء الشيطان ويغتصبوا الأرض والعرض الناس كانوا عايشين ودليل على زيك حتى الآن الناس موجودين في إفريقيا المسلمة في شمال إفريقيا وموجودين في أسر المسلمة كمان في اليمن وغيرها الناس موجودين موجودين أهل هذه الديانة وما زلنا حتى الآن موجودين في هذه الديانة وابتدوا يعرفوا إن الفكرة اللي تصدرت لهم دي عن الإسلام وإنه موجودين إرهاب فكرة مخطئة وابتدى العالم كله وشوق طريقه في تجاه استعادة القيم لما شافوا وإن اللي بيعمله الكيان استوديوني ده أمر وحشي لا إنساني ولا ينترج تحت حماية الإنسان وإن اللي بيحصل ده إبادة وتطهير هرقي ومحاولة لنزع الأرض من أهلها اللي في أبدا مش هتخرج من أهلها ولا هتبعد عن حضنهم وتفضل الأراضي وتفضل الأراضي مليانة بركة ونور نكمل بعد الفاصل كلامنا ونفضل دايما سبتين ونفضل دايما أبدا بنقتل الإحباط في عيون الناس وفي قلوب كمان الشياطين ونفضل دايما متمسكين بنعمة رب العالمين نلتقي ونكمل الكلام ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا بقية المشهد احنا قلنا احنا لازم نقرأ المشهد بشكل صحيح المشهد بيقول ان الحقيقة الناس كلها شافت حاجة غريبة جدا جدا ان الناس قادرة تتحمل وقدرة تعيش وقدرة تبزل المجهود وكانهم بيقولون خلونا ناكل ونشرب واحنا هنوريكم ما لا عين الرأت ولا اذن نسمعت ولا خطر على قلب وبشر لان دوت هيكون بمدد الله سبحانه وتعالى والعالم كمان ابتدت نظرته تتغير واحنا كمان مصرين على ان النظرة تتغير وكمان شفنا قد ايه البسالة وقد ايه كمان بعدة فكرة فكرة الحرب الدينية اللي بيروجها شركاء الشيطان عشان يجذبوا مسائل كتيرة جدا 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 من الوعد ومن الكلام عن بعض القضايا الدينية اللي هي في الحقيقة مش موجودة بأي شك من الاشكال عشان كمان يستدعوا الاسلاموفوبيا ويحركوا الاسلاموفوبيا وكل الكلام ده ضلال مبين المسألة مسألة طمع انساني وتوحش انساني لا علاقة له بالدين لا علاقة له بالدين من هذا الطرف ولا علاقة له بالدين من هذا الطرف القضية قضية حد مغتصب غادر لا يعرف الا الطمع لا يعرف الا الغدر لا يعرف الا سفك الدماء بدم بارد وعشان كده نعمل ايه بقى احنا في الوقت ده انا نصحتي بتكلم بصدق لازم عندنا توازن ما بين حاجتين اول حاجة نقلل مشاهدتنا للمحتوى العنيف الدمون ما تستعجلش قلل مشاهدتك للمحتوى العنيف الدمون وشارك في نشر بشاعة بشاعة هذا العدوان خلي العالم كله يعرف الجريمة دي بشتى الصور بس في نفس الوقت لازم بشكل واضح تتوقف انت عن انك انت تقعد تتفرج لان هو قاصد يعمل ارعاب هو استاذ ارهاب هو اللي بيصنعه وهو اللي بيموله وهو اللي بيعمله فهو استاذ ارهاب فهو عايز يرهبنا فعشان كده لازم نعمل حاجتين عشان نبقى نفسنا طيبة اول حاجة نقلل للمشاهدة وتاني حاجة نعرف العالم كله هذه الكريمة احنا ابنا اخوانا من اليهود في كل ديوان محدش رفض ده وعشان كده بعض الناس كانوا بيستغربوا انتوا ليه بتعملوا كذا 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 احنا كنا بنعمل ده عشان عارفين انه يجي في يوم من الايام وحد يستغل ده وعشان كده ببساطة هذا لابد نحنا نعرفه للعالم في فرق كبير جدا 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 بين من يستغل الدين ومن يعيش بالدين تاني حاجة ساهم بالتبرع لأهلنا في غازة والتطوع وتجهيز حملات الاغاثة سواء بالمجهود او بالمال تالت حاجة استمر في عملك واستمر في التنمية واستمر في البناء المهم والمطلوب منك لو عايز تنصر اخوانك في غزة ان انت تثبت وان انت تتعمر وانا دايما بقول للناس ايه اللي حاصل استمروا في العمران بيخافوا منه بيخافوا من العمران قوي قوي لان هما اسدزة في الهد لكن هما لما بيشوفوا العمران بيخافوا منه وعشان كده عمنا مش عايزين حاجة معمر عايزين يهيجوا الدنيا اللي انهم عندهم في فكرهم المريض ان كل ما اشعلت النيران كل ما اشعلت الحروب نروح لنهاية العالم لا خالص احنا عن عمر احنا عندنا اذا قامت القيامة وفي ايدي احدكم فسيلة فلغرسها نغرسها ونفضل نغرسها وعشان كده افضل اغرس الفسيلة دي في بيتك في شغلك في الطريق مع الناس انشروا في الناس الامل واني ده مش هيعمل اي حاجة بدون امر الله وكل يوم اشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه اه في الوقت ده اه في الوقت ده في الوقت ده في الوقت ده لان هو دوت الوقت اللي يخليك تقدر تشير الغشاعة عن انك وتشوف النعم نعم الله سبحانه وتعالى ودايما اخر اجراء دايما الكيان السيوني بيحاول يصورها ان هي قضية دينية ويستدل بنصوص مقدسة في حين ان احنا ما كانش عندنا مشكلة دينية مع الديانة اليهودية ابدا فهم عاشوا في كل مكان علم اولادك ده وخليهم يعيشوا ده عشان ما يجيش حد يضحك عليهم بعد كده ويقول لهم تعالوا اقبلوا فلان لانه لانه متدين لا 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 خارج هذه اللعبة خلاص ما بيجدش تلعب اللعبة ايه اقبل فلان عشان هو متدين لا هو مش متدين ولو كان متدين كان عارف قيمة السلام وقيمة الرحمة وقيمة الجمال وقيمة الخير وقيمة العمران لو حافظ على حياة الانسان وعلى دمه وعرضه وما انتهكش لا حرمته ولا ارضه يا رب جعلنا دايما سبتين على ده لا محبطين ولا ايه يعني بنصير بجده بسبت دايما وعارفين الحق وفاهمين الحكمة ونستمر مع مهولانا سبحانه وتعالى حسين بمدده وعارفين مدده وكل اللي بيحصل ده هينجلي بعونه سبحانه وتعالى والله يا هينجلي والله ما هيبقى منه شيء غير وسمة العار على جبين الذي ظن أنه يغير قدر الله بأن الدماء والأعراض والحياة محفوظة هيظل هو دائما يحكي التاريخ أنه كان وحشا وكان لا إنسانا وسيظل يحكي على أنه أبدا لم يعرف حرمة لا للدم ولا للأرض ولا للإنسان ويفضل أهل الإيمان هما اللي يتمسكوا بكرامة الإنسان يا سادة صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بننقع عليه وأسئلتكم من باركة أنا زيكم ومش قادر أتوقف عن الكلام عن حنة والأحداث بس إحنا لازم نتكلم معكم وعشان كده هنأتلقى أول سؤال من أسئلتكم مع السيدة أمهاني سلام عليكم يا فضل الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك ربنا يبارك لك يا رب وصلح حالك يا رب العالمين أنا وأنت يا رب يكبر بخطرك يا رب أنا عندي سؤالين مش هتقل على حضرتك كلمتين ونص بس آبدا مش هتقل لي ولا حاجة الحاجة متوفي بقاله شهرين الله يرحم فأنا ما بخرجش من البيت يعني أنا ستة كبيرة من صغيرة فبرضو إيه يعني بقرأ في المصحف الآية بقول لك أربحتو شهر وعشر تيام أيها ستة فأنا ما بخرجش خالص من البيت يعني آه عملنا ابني عمل للورق والحاجة والحمد لله فأنا ما بخرجش أقول لحضرتك على السؤال ده السؤال التاني أيها السؤال التاني أنا عندي يعني ثلاث أولاد وعندي ثلاث عيال أيتام ولاد عياء ولاد بنتي طيب يعني أنت عندك ثلاث أحفاد يعني عن ثلاث أحفاد آه وعندي إيه لهم ثلاث يعني خالات وخال طيب ماشي فالأحفاد ربتهم تربية على مستوى نظيف وشهادات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فعندي واحد من عيالي يعني ظروفه على عدة طيب يعني بيشتغل والحمد لله بس أنا لما بيكلمني من صوته ببقى عارفة ان هو ايه اه نزنوه ما فاهمني كده حضرتك حشان ما عيالي وانت واضح ان انت ربتيهم كمان على العفة ان هو ما حدش يطلب ولا حاجة ربنا عيني فاقوله انت محتاج حاجة قوله الحمد لله فانا بحس بيه طيب قوليلي عايزة تسأليني ينفع تديله حاجة من دول البقين ايه اجاوبك يا حاجة مهاني اول سؤال يا حاجة مهاني ببساطة خالص ابنا يهنيك انت واولادك وان شاء الله يجعل زوج حضرتك الكريم ان شاء الله في فسيح الجنة ويوسع له في قبر وان شاء الله يجعله في النعيم اول حاجة حاجة مهاني انت يجوز لك ان انت تخرج من البيت بس ما يجوزش لك ان انت تسفر يجوز لك ان انت تخرج وتباتي في البيت في البيت اللي توفع عنك زوجك يعني يجوز ان انت تروحي تزوري اولادك وترجع بس اقمع Sega تباتي في البيت اللي توفع عنك زوجك فيه هي المسألة ان انت ما تسفريش في الـ 4-10 دي وكمان تتجنبي كل اشكال الزينة الشديدة ولكن انت ما تخرجيش الـ 4-10 لا يجوز لكن انت تخرجي ولكن تبيتي في هذا البيت يعني ما نفعش تخرجي وتباتي عند بنتك لا لازم ترجعي وتباتي في بيتك واضح؟ ده سؤال التاني اه يجوز ان انت تد لابنك اللي محتاج ودوت ما فيهش اسم ولا فيه حرام ولا فيه اي مخالفة شرعية انت بتتصرفي في مالك في حال حياتك وده جائز وليس فيه شبهة لان دوت مالك وانت تملكيه ملكا تاما وانت كاملة الاهله فيجوز لكن انت تتصرفي بشكل حر فتعطي لابنك دوته خاصة لو كان عنده حاجة فدوت مش يكون فيه اي نوع من انواع الحر نعم السيدة محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك لنا فيك يا عم السيح ربنا يحفظك وبارك فيك يا عم محمد انا ليه عند حضرتك سؤالين لو سمحت اتفضلي اول سؤال للسلوات اللي فاتتني المفوضة اللي انا صليها صنة وستفوت ولا صليها قضاء طيب اقول لحضرتك ماشي ثاني سؤال حضرتك انا متجوز دلوقتي بقالي 35 سنة وانا لحد بالوقت انا معرف شو جوجي مرتبه كم هو بيستغل في اعوابيئة هو بيستغل مع الحكومة وهو عارف كويس قوي ان انا مش طمع واللي بيدهولي انا برضا بي طيب انا مش عايفه ولا مش عايفه ولا مش عايفه تقولي على مرتبه ولو حبيت ان انا عرفت انه هو بياخد كم اجيبها له ازاي حاضر اقولك تجيبها له ازاي واقولك انت بحتاجة لده ولا لا اقول لا ارده على حضرتك اول حاجة السؤال الاولاني ده سؤال فقه السؤال التاني ده سؤال شوية رايحة على ارشاد الزواجي وانا اجاوب حضرتك عليه اول حاجة لا لصلاة القضاء اتصليها اتحسبي صلاة القضاء كده اللي فاتتك دي وتحسبيها وتقدريها وتصليها مع كل صلاة صلاة من جنسها تصلي دهر مع دهر وعصر مع عصر ومغرب مع مغرب وهكذا فتصلي مع كل صلاة صلاة من جنسها مش هتنفع ان انت تقولي ان انا اصلي مكانها صلاوات النوافل لا صلاة القضاء تقضيها مع كل صلاة صلاة من جنسها ده السؤال الاولاني السؤال التاني بقى حكاية انت بقى لك 35 سنة يا صبرة يا حجم محمد ومش عارفه هو بياخد كم جينا دلوقتي هقولك انت ليه بتسألي دلوقتي لان انت حسيتي بان العمر فات وحس بتهديد مالي فانت عايز تعرفي عشان هو لما يقولك كده تحسي ان هو مازال معاك ومازال مازال بيحافظ عليك وبيزال بيعملك بيحافظ على امانك بس انا بقولك انت بتقولي اجيب هالو ازاي انا شايف ببساطة خالص ان انت لو كان مكفيك الفلوس اللي بيصرفها عليك خير وبركة لو كنتي خايفة وحس بتهديد ان هو ممكن يجوز عليك اظن 35 سنة و25 سنة احنا هتبقى صعب يعني مش هقولك هتبقى صعب ومش هقولك ما تحصلش ده لا فكرة ان هو يجوز عليك مش هيمنع ده ان هو تعرف المرتبه كامل فيه ستات كتيرة بتتوهم ان هي لما تعرف مرتب جزء هتقدر بشكل او باخر تقول له طب زود لينا هنا وزود 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 لينا هنا ووهي مش محتاجة وهو ساعتها هيبقى عنده حجة ان هي بقت انسانة متعبة وانسانة بتعجزه وبتقصص رويشه انا لو بتسأليني على الرأي لو هو ما قالش ومش عايز ومصر على انه ما يقولش هو بياخد كام لو مكاف في البيت اهلا ونسانة مش مكاف في البيت من حقك ان انت تطلبي كفايتك بالبيت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ده وجهة نظري ونصحت لحضرتك نعم السيد علي من الفيوم السلام عليكم وعليكم السلام راح اطلاقاته السيد علي السيد اكترا اهلا وسام بحضرتك اتفضل اتفضل يا فانت يا رب ان يصد في الحال يا رب يا رب انا وانت يا رب السؤال الاولاني اوحى الى اوحى القصر كوحة لي مش في صورة او في اي صورة اذا عرفها السؤال التاني انا مش سامع معلش ما قدرتش افسر اللي انت قلته ممكن يا سيد علي تقولولي بالراحة بس ما قدرتش افسره ماشي اوحة الي اوحة الي اوحة الي اليك انت انت يعني لا اوحة اليه لعلى سيدنا محمد صباب علي وسلم اه طيب ايه بقى عايز تعرف ايه معنى الوح ايه نعم لا اعرف الصورة الين في صورة او في اي صورة اخرى وعايز اعرف ايه ايه تقلسي دي خمسين كلمة ده ومية وسبعين حرف ولو قرأتها مثلا مية وسبعين مرة كذا كذا دي اتنين ولا واحدة كده دي سؤالين ولا سؤالين كده يبقى اتنين اه ترجع اه بقى فيه واحدين دي وياه فيه شخص بيصري معايا معكو طيب صغير كده مكتوب عليها بشارة الانبى بشارة انجيل لوقة سليم بيقول ايه بقى في كلامه بيقول لك الله يسوع هل مش ربنا سبحان الله تعالى مش بيقول لك هو الله احد طيب انا اجاوب على حضرتك سيد انا اجاوب على حضرتك سيد علي اول حاجة ان الله سبحانه وتعالى وحي الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا دي فيه خواتيم سورة الكافة السؤال الثاني اللي سألته لي حضرتك هو سؤال عدد مرات قراءة سورة الكرسي عدد مرات قراءة سورة الكرسي اللي حصل اللي انت بتقوله ده ان هو تقرأ بعدد كلمتها او تقرأ بعدد حرفها فيقول لده فضلي عظيم جدا جدا بلا شك ان قراءة سورة الكرسي كنز اتت من كنز من تحت عرش الرحمن فده متفق عليه وان لها ثوب عظيم ولها اثر عظيم جدا جدا في التفريج بعض الناس بيقول تقراءة سبع مرات للتفريج بعضهم بيقول حداشر مرة بعضهم بيقول مئة مرة ده كله اسمها مجربات يعني ايه مجربات ناس جربت هذا الامر ففرج عنها بهذا تبدأ ينفع انقول اللي حرم لا ليه طيب لانه بيذكر الله بيقرأ القرآن بيتل القرآن كما امره الله سبحانه وتعالى وبيذكر الله ذكرا كثيرا فذكره الكثير ده داخل يعني اقراءة بعدد كبير لأيت القرآن الكرسي ده داخل في الزكر الكثير ولذلك لا اشكالة فيه ولا وليس من قبيل البدعة ولكنه من قبيل التجربة عايز تعمل بالتجربة دي اهلا وسهلا طيب لو ما عملتش بيها ولا هيضرك شيء لو قرأت قاية الكرسي مرة واحدة او قرأتها مرتين او تلاتة وما عملتش بالمجربات دي ولا في اي حاجة ولكن المجربة دي واحد بيقول لك ان عملت كده ونفعني فاذا انت رأيت ان انت عايز تعمل ده اعمله وهل ده فيه اي نوع من انواع الحرمة فلا نعم استاذ هاني من البحيرة يتفضل سلام عليكم مولانا اهلا وسهلا استاذ هاني اخبار حدوطك ايه الحمد لله بخير والله يا استاذ هاني بعد اذن حدوطك كنت عايز اتسألك سؤال انا اه حصلك مشكلة بيني وبين اهل مراتي طي تمام وبناء علي انا كنت مطلق مراتي مرتين مراتك طبعا مراتك مكانش ليا دعوة لمشكلة صح لا نهائي ولا انا ليا دعوة لمشكلة ده انا داخل بحللهم المشكلة اه يا خوف يا سيداني شفت ازاي انا حسيت انا بقولك ان هي كمان ملعاش مشكلة يعني انتم الاتنين مش طرفين في المشكلة لا انا لا مشترك ولا مشتركة فبناء علي ان دي اخي قاعد بعد دكتاع بعد ايه عملت معهم الواجب وربنا كرمني وعملت معهم الواجب صح والتمام التمام خشيلي على الطلاق قول لي قول لي قلت ايه في الطلاق ما انا بقول لي حتى قول اخوها بتنرفض على امها فقلتلي يا ابني يا تقعد بأدبك يا تقوم تفضل تمشي فقال لي انت بتقرشني يلا يام تعالي مش عايز اموم كان فيه تربيضة رفحها هبدا فانا يعني فقدت عقلي مساكته فقدت عقلي فراحة خانيت ماخنة جمدة فقدت عقلي فبناء علي هي الناسبة ايه انت بتشتم اخويا تبتدرب اخويا المهم قلتلي يا بنتي انت تقدر لك طالع ايه بادي عني المهم يعني ايه قالت عن فترة الاب ابويا مات وانا اخويا ما يتخوضش قلتلي يا تبريح وانت طالع بالتلاتة طيب احنا بقى عندنا بقى بنقعد نحقق في الحكاية دي فاحنا دلوقتي انت قلتلي انت طالق وكان طالق ها بالعمزة كده انت كان اصدك ايه بقى لأ انا كنت ساعية بقى لما قلت التلمة دي كتا قاعد معي ناس وبتاع فزي ما تقول حرق الدم كده تنرفزت وتلقى وروح والطالق بالتلاتة طب بقى انت بتقول لها بالتلاتة ليه ازا ما كنش اصد بالتلاتة مش مركز بقى طالق بالتلاتة مش مركز يعني مش مركز يعني احسن دي مش مركز انا كنت من الكلمة لما قلتاني كنت نبعا في حالة عصبية طل للخناءة خنيتي خناءة جامدة خناءة جامدة الليكم ساكنة ببعض يعني كنت kangolshca 51 حتى بقى لها حد يعني انت كنت حاسبة اللي حواليك اوه حاسب انا اكدب عليك حاسب فقلا طب انت عارف كان ايه اللي بيطلع من بقىك ولا الكلام كان بيطلع من بقى مش مرتب له بصراحة يعني أنت كنت تقدر تمنع نفسك لو حد ندع عليك وقال لك ما تطلقش كنت تقدر تطلق ولا لا كنت تطلق برض ولا لا لا أنا لو حد ندع قال لي كده ما ظنيش يعني ما فيش حد منه كنت في عير يعني في عير طيب خلني بس نقول لك حاجة مهمة أو يا سيدة هنهي ده لا لي قلاب الدين ولا أي حاجة ده نوع من أنواع ولا عيز بالله الاستجابة للنفس الأمارة بالسوق والشيطان وإحنا عندنا في الأحوال اللي زي دي إحنا أنا من مدرسة أننا ما بحبش الناس تفتي في الطراء على الهوى عشان التفاصيل والأشياء اللي بنحقق فيها لكن الحالة اللي أنت كنت فيها وإحنا كمان عندنا فتوى تتعلق بتغيير ألفاظ الطلاق إيه تغيير ألفاظ الطلاق يعني إحنا عندنا عاملين مهمين جدا جدا أن حضرت النبي قال لا طلاقة في إغلاق والإغلاق للمستويين مستوى الأولاني هو مستوى عدم الإدراك عدم الإدراك للشخص اللي يبقى عارفه الأواف ليل ولا فنار ولا بيكلم مين ولا أي حاجة ده اسمه عدم الإدراك وفي حاجة يسمعها عدم الإملاك عدم الإملاك يعني إيه ما يقدرش يسيطر على ألفاظه والاتنين دولا دخلين في حديث الأول لا يقع فيه الطلاق باتفاق التاني لا يقع فيه الطلاق عند جمهور العلماء طيب إيه اللي حصل لأنه الاتنين دولا بيدخلهم العلماء فيه تحت ما يسمى لا طلاقة في إغلاق لا طلاقة في إغلاق يبقى لا طلاقة في إغلاق يبقى دي مسألة مهمة العامل التاني إن لو تغير حرفه من حروف الطلاق بيتحول من الصريح إلى الكناية يعني إيه الكناية بنسأل فيه الشخص عن نيته وعشان كده إحنا بنقول وأنا بقول لك يا سيد أنا قلت لك بس الإجراءات دي لكن أنا عايز أحافظ على مبدأي في مسألة أن أنت تجنى على دار الإفتاء أو تتصل بما وسبعة لكن أنا ببشرك أن المسألة إن شاء الله تكون فيها خير أنا عندي حكمة بس أنا عايز ألتزم بمبدأي في مسألة الفتوى في مسألة الطلاق ده ده رأيي وده بحاول بقدر إمكاني إن أنا حافظ عليه ليه عشان ناس تتمسك بمسألة الطلاق ويفضل مسألة الطلاق عندنا بشكل واضح في حيز السرية وإن ده استثناء وليس لعبة وإن ده نوع من أنواع الأشياء اللي الناس تستحي منها وإن الناس تخاف منها وإن الناس ما تحملاش زي الحلوانة في السلوانة لازم نعرف إن الأعراض مصانة وإن الطلاق مش مهان بهذه الطريقة يا سادة هنتكلمنا النهاردة على إن احنا نستمر في الأمل وعن نستمر في العمل وعن نستمر في الرجاء في الرب الأجل سبحانه وتعالى هنستمر مش نقف وإحنا سبتين بنتحرك بنعمر وهم بيخربوا بنعيش بالقيم وهم بيتوحشوا بنعيش عشان الأرض دي تفضل ويفضل فيها أخلاق ويفضل فيها قيم ويفضل فيها نور ربنا سبحانه وتعالى وإحنا متمسكين به وهم بيحاولوا يتفوه نور الله سبحانه وتعالى ويقبى الله أن يتم نوره سبحانه وتعالى ويتم نوره ويفضل الأخلاق والقيم في يد المتمسكين بفضل الله وبمدد الله وأبدا مش هيفضل غير أصحاب الحق اللي يعرفوا كرمة الإنسان ويجعلوا كرمة الإنسان من الإيمان يا رب العالمين اجعلنا على هذا الحال على الدوام واجعلنا من أهل البشر والأمل في كل حال يا رب العالمين يا أكرم الأكرم